كارم كان واقف مع صاحبه اللي قاله انت تروح تجيب فلوس دلوك ويلا بينا نهرب من هنا ها؟ نهرب؟ طب نروح على فين؟ نشوف لنا مكان نستخبى فيه جده كم يوم لغاية ما نشوف الموضوع هيرسى على ايه افرد سلم طلع عايش انا ممكن اتكلم معه وخليه ما يقولش ان احنا اللي عملنا جده هقاموت واعرف ازاي جدر يبلغ البوليس ده كان بيفرفر كف الدبيحة كارم فكر وقال هي ممكن البيت هي اللي بلغت يا واجع السودة هي بجهية مفيش غيرها انا هروح اتكلم مع ام وهجل لها تخلي سلم ما يتكلمش انت ليه واجف مطرحك انا ماشي بس حستك عينك تجيب اسمي في الجضية يمين بالله هكتلك كارم سابه ومشي وراح البيت وتفاجئ لما لقى مروى اصعده وقالت ايه الحاج يا كارم بيقولوا ان سلم لجيه مضروب بسكين في البيت المهجور اللي وسط الزراعية ها؟ هو ما جلش مين اللي ضربه؟ لا مش عارفة طب انا طلع اخد هدوم ورايح لهم المستشفى لو حد جه سأل علي ما تقوليش ان رجعت كارم خلص كلامه وجري على قطه واخد شمطة هدوم ومشي كارم رجعت البيت وكانت صفاق مستنيها وقالت هنعمل ايه يا كارم وهنروح فين؟ اللي عرفت ان اللي اجر القوضة دي هو عمك سيد منه لله عمي وده عارف مكاننا منين قطع كلامهم بصوت البارد ولما كارم فتحت اتفاجأت لما لقيت نوال دخلة وقالت عشت فراخ لايق عليكم قوي صفاق وقفت وبصت لها بغيز وقالت لها ملكيش دعوة اهي عشت الفراخ دي وانا في حضن بنتي احسن مليون مرة من اي بيت تاني نوال قربت من كارم وقالت المعلم راجب طلق مرطاته واعاوز يتجوزك وبعتني عشان ارجعك ايه رأيك؟ ابعدي عني وسيبيني في حالي انتو ايه؟ ما بتخافوش ربنا؟ المعلم راجب هيدفع لامك الكحيانة دي عشر تلاف جنيه وهيدفع ايجار القوضة دي كمان انا ما بيعش بنتي ولو بكنوز الدنيا روحي جاوزي البنتك ولا لأي واحدة تانية براحتكم عموما انا بيتي مايتوهش لما تنترضوا في الشارع وما تلاقوش بيتي لامكم ابقوا كلموني الشارع قهوة مليون مرة من بيتي الحية وجوزها نوالت غازت من كلامها وثابتهم ومشيت وكارم قاعدت تعايت وقالت انا تهبت الدنيا مشيت خبط فينا واحنا ما عملناش حاجة ما تزعليش يا كارم ربنا كريم وفرجه قريب وهو اكيد مش هيسبنا كده وبعد كم ساعة الباب خبط وكارم فتحت واتفاجئت لما لقيت حمزة قدامها وقال لها يلا يا كارم جاهز حاشتك ويلا بينا حمزة بيه هو انت جاي ليه ما تخفيش يا كارم تعالوا معايا انا عندي مكان تقدروا تعيشوا فيه جات صفاق من وراها وقالت مين دا يا كارم دا 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 حمزة بيه ابن الحج رشوان اللي حكتلك عنه انا شجتي مش بعيدة عنهنه وفيها عفش وكل حاجة تحتاجوها صفاق بصت لكارم باستغراب وقالت وانت بقى هتقعدنا في شاقتك بمناسبة ايه بصراحة ناوي عوض كارم عن كل حاجة شافتها في حياتها بس اللي شفته في الدنيا يخليني مصقش في اي حد انا عرفت باللي عم كارم عمله وانه كان عاوز يجوزها لرجل كبير صفاق بصت له بحزن وقالت هاصدك يباعها يلا منه لله هو وامراته وعند سالم في المستشفى دخلت فيروز اللي كانت لابسة لبس التمرين وقالت شكرا انك انقصتيني انا مش عارفة اردلك الجميل ده ازاي ليه رفضت انه جل الظابط انك كنت مخطوفة عشان الفضايح اهلي مش هيستحمله الفضيحة اني لو كنت اتكلمت كنت هتجتل وهجيب العار لأهلي بس اني لحكتك يعني محدش فيهم عملك حاجة مين هيصدقك ده وخصوصا اننا هناك في الصعيد يعني الكلام والحديث هيكتر الحمد لله انها عادت على خير اني كمان في التحجيق ما جدرتش هقول مين العملك ده عشان كرم يبقى اخوك صح؟ ايوة مش هقدر ادخله السجن بس هو هيستهل الشنج ده كان هيسيبك تموت اني لو عليا كنت جتلتهم بيدي اني هعرف حسبه كويس على الحصل حجك هرجعه كويس قطعهم دخولنا جات اللي جريت على سالم بس حست بالغيرة لما شافت فيروز وقالت مش خلاص خلصت شغلك ايه ايه اللي موجفك هنا انا اني كنت ماشية لو احتاجت حاجة اضغط على الزرار ده مش هيحتاج اتفضل انتي اني معاه فيروز كانت هتمشي بس السالم قال شكرا يا فيروز مفيش داعي تتعيبي نفسك روحي لبيتك انتي من مبرح صهرانا جنبي صهرانا كمان ده ايه جلة الحيا دي سالمت عصب وقال فيروز ممرضة هنه وكمان كانت بتشوف شغلها وهي اللي بتشوف شغلها توجه في جده تتسير معاك ولكنها موراهاش حاجة نجات اطلعي برا ويردت رواحي لاه مش ماشية من هنه مفيش داعي لكل ده اني اصلا ماشية هبقى بعطلك ممرضة تانية لو حبيت البيت دي عاوزة تفريزني لا همش عاوزين اصلا سالم هيخرج من هنه فيروز بيتهم وخرجت وسالم بصل نجات وقال ايه اللي جابك هنه يا بالتعامل وايه لازمت اللي بتعمليه ده نجات قربت منه وقالت له بحزن جيت اطمن عليك يا سالم ده انا جالب بنخلع اول معرفة اللي حصل لك مالوش لزوم اتفضلي يلا رجعي لدرك انا كويس ولو قلتلك ان دنيتي وحشة من غيرك يا سالم ده انا كنت هموت اول ما تخيلت ان ممكن يجرى لك حاجة وفاري كلامك ده ما بجيتش اسداجه هي يعني ايه يعني انت بالنسبة لي بتعمي وبس رشوان كان قاعد مع محمد في المكتب وقال له انت تروح دل وقت تدور على والدك كارم وتجيبهولي لغاية هنا انا بس عاوز اعرف هو عمل ايه ضرب اخوه بالسكين وصابه يفرفر وهرب ولولا بيت الحلال اللي كلمتني لا مستحيل مستحيل كارم ما يعملش كده وبت مين دي اللي كلمتك لا عمل سالم هو اللي جال كده بنفسه كارم بجاله فترة كده مش عاجبني وماشي عوج واني الاوان انه يتربع وانت ناوي تعمله ايه هربيه معه مش هستنى لما يعمل مصيبة تانية ويجيب اسمنا في الوحل طب خلينا نتأكد اللول اذا كان كارم اللي عملها ولا لا وهي يدي فيها كلام ما الحاجيجة واضحة روح يسأل سالم اعطاهم دخول مروة اللي قالت كارم كان هنا بس هو جيه اخد شنطته وجاله انه رايح المستشفى شفت جالك كلامي ابنك هورب قبل ما نمسكه مروة مشيت ورشوان ندع على واحد من الغفر وقال انت تجمع باقي الغفر وتطلعوا تدوروا على كارم وما ترجعوش غير بيه امرك يا بيه بس هو في حاجة حصلت زي ما قلتلك من غير كلام كتير ولو وصلت انكم تضربوا عليه نار بس تجيبوه حاي الغفير ماشي ومحمد وقف وقال انا رايح لسالم لازم اعرف منه ايه اللي حصل بالزبط حمزة فتح باب العربية وقال اتفضلوا ركابه انا مش همشي انا وبنتي من هنا غير لم اعرف انت واخدنا فين وليه بتعمل معنا كده انا بسد الدين جديم لرقوف ابو كارمة الدين لبابا ايوه هو وجف جنبي في ظروف صعبة ومش هقدر اتكلم اكتر منك ده صفاء رجبة العربية وكمان حمزة وكارمة بس صفاء قالت هو بس احنا انقض عندك يومين مش اكتر قبل ما نشوف بيتنا عيش فيه حمزة سكت وشغل العربية وطلع بيها وتكلمتنا جات وقالت مش همشي يا سالم غير رجل على رجلك ما تقول لها حاجة يا مرت عمي انا مش عاوزها هنه تعالي نروح يا بيتي الله يهديك زمان ابوكي هيطربك الدنيا اني سبتك تجي هنه ان شاء الله حتى يموتني مش هسيب سالم فوزية دخلت وقالت الحج رشوان بيقول لكم يلا رجعوا وهو مستنيكم في الدار والغفير برا هيروحكم انا ما عايزاش امشي واسيب سالم بقول لك يا بيت خديجة سيبينه في حالنا باجا بكفاية اللي حصل من تحت راسك نجات قربت من سالم وعياطت وقالت خليهم يسيبوني هنا جلهم انك سامحتين يا سالم سالم سحب ايده بعيد عنها وقال لها امشي يا نجات دلوقت واما اطلع نبجى نتكلم نجات بسطلو بامل وقالت يعني خلاص انت مش هتسبني سالم بصيلها بلوم وقال امشي يا نجات بعدين هنتكلم اتكلم حمزة وقال اسمحولي بس النباتة هنا لغاية بكرة صفاق بصتلو باعجاب وقالت انت باين عليك راجل وشهم ومن اصل طيب لا يا ابنه ده بيتك ما تمشيش احنا بس مش محتاجين غير قدر صغير البيت بيتكم اجعودوا براحتكم انا اصلا الفترة دي مجغول في الشغل ومش هرجع البيت غير على النوم ده لو ما كانش يضيقكم كرمة قربت منه وقالت شكرا يا حمزة بيه بس انا كان ليه عندك طلب لو ينفع تشوف لي شغل طبعا من بكرة تقدر تنزلي الشغل معايا والله يا ابني جميلك ده فقرصنا ومش هننساهل عمر كله استنوني في الحلقة القادمة دمتم في امان الله اشتركوا في القناة